وداخل الأسوار أكيد والمهمة التانية بقى أنت أتكلم طبعا يوم الجمعة طبعا هيكون في انتشار القوات الأمنية بشكل كبير جدا من الساعة 5 من الساعة 5 إن شاء الله هيبدأ تأمين التوافض للحضور هيتم تأمين دخول الأوتوبيسات طبعا الخاصة بالفريقين قبل انطلاق المباراة هتكون كمان فيه أمن مرافق لهذه الأوتوبيسات هيتم طبعا تأمين التحكيم إن شاء الله بإذن الله بكرة هيعلن بإذن الله اسم الحكم لكن هيتم كمان تحرقات التحكيم بداية من قندق الإقامة لغاية الاستاد والعكس يعني كل دوت زي ما بقول الساعات اللي جايها هتكون فيها شكل من التنظيم الأمني على مستوى عالي جدا وزي ما قلنا ده يعكس اسم منتخب مصر أو يعكس اسم مصر بشكل كبير جدا خلينا نتكلم ويمكن تكلمنا مع سهام أنه كان فيه أقاويل يعني حتى 5 ألف و10 ألف النهاردة يمكن خلاص اتعلن إن ما فيش حضور جماهيري وإن الموقف متوقف بس على ألفين ألفين واحد هيكون متواجد طبعا بدعوات خاصة دعوات دي على طريق وزارة الشباب وزارة الشباب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي غير مجلس نادي الزمالي غير طبعا الكاف وأعضاءه فخلاص ما فيش جماهير كنا طبعا بنقول نتمنى يكون في جماهير على مستوى المباراة على مستوى التاريخية لكن طبعا الأمن قال لا يعني هم ألفين دعوة الدعوة دي ما بين كل سين كده مخصصة مش كل الناس تقدر تروح هذه الدعوات بتتم عن طريق وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة الأهلي والزمالك والجزء الإعلامي كمان وجزء كبير جدا لطبعا الكاف المسؤول عن تنظيم هذه المباراة عن تنظيم المباراة